موسيقى يا مساء الانوار على مشاهدي النهار في الجزء الثاني من هذه الحلقة التقي بنقد رياضي الكبير الستاذ محمد صيام نتحدث عن معه عن انتقالات الاندية اللاعبين المستبعدين ومصرهم بعض الاسرار الخاصة بالتعقدات الاخيرة الموسم القادم والقرعة الخاصة باجراء الدوري العام وامور اخرى كثيرة تهم حضراتكم للغاية وفي الجزء الاول وكالعادة نتناول بعض الاخبار المحلية نبدأ بالنادي الاهلي الذي يستعد بقوة تحت قيادة مدربه الاسباني جاريدو لمبارات سيو سبورت يوم السبت المقبل ان شاء الله بعد بكرة ساعة تسعة ونص مساء بملعب الدفاع الجوي جاريدو اختار تسعتاشر لعب هم شريف اكرامي مسعد عوض احمد عادل عبد المنعم باسم علي محمد نجيب سعد سمير صبر رحيل شريف عبد الفضيل رامي ربيعة خط الوسط حسام عشور حسام غالي محمود تريزيجي موسى ايدان وليد سليمان رمضان صبحي احمد خيري وفي الهجوم عماد متعب عمر جمال محمد فاروق وفقا لتدريبات النادي الاهلي الاخيرة يتضح بنسبة كبيرة جدا ان الاهلي سيبدأ هذا اللقاء بشريف اكرامي في حراسة المرمى باسم علي في اليمين صبر رحيل في الشمال في القلب هيبقى محمد نجيب وسعد سمير قدامهم محوري ارتكاز حسام غالي وحسام عشور امامهم محمود تريزيجي وبجواره محمد فاروق لعب الجديد المنتقل الى النادي الاهلي من نادي المقولين وايضا رمضان صبح وفي الامام رأسي حربة عمر جمال وعماد متعب ده وفقا للتدريبات الاخيرة شكل النادي الاهلي في مباراته القادم بالمناسبة محمد فاروق كنت انا قلت انبارح احنا هو ارتدي تشيرت رقم 22 وهو تشيرت النادي الاهلي لكن محمد فاروق رفض ارتداء تشيرت رقم 22 وتمسك بالتشيرت رقم سبعة باعتبار انه هو بيحب هذا الرقم وهو مصدر حظه وساعدته وفقا لكلامه وقال انا ملبسش تشيرت رقم 22 مش خوفا من هذا الرقم وهذا التشيرت اللي كان بيرتديه لاعب كبير بحجم ابو تريكا انا بأكد ان شاء الله انا هعيد امجاد هذا التشيرت ومن ثم محمد ابو تريكا وسوحقق انجازات كبيرة تفوق الانجازات التي حققها القديس مع النادي الاهلي هذا وفقا لمحمد فاروق وهذا طموح جيد جدا ولاعب لسه صغير في السن امامه سنوات طويلة جدا نتمنى ان شاء الله له يعني منتهى التقلق وبعد شوية عندي بعض اللقاءات من مؤتمر النادي الاهلي مبارح وبعض لقاءات مع اللاعبين منهم اللاعب محمد فاروق النهاردة الصبح اللاعبين المستبعدين حصلوا على عشرين في المية من قيمة مستحقاتهم وهم احمد شكري واحمد شديد ناوي وسيد حمدي وشاب الدين احمد واحمد منجا احمد رؤوف وسيد معوض ما رحوش لغاية هذه اللحظة الى النادي للحصوط على مستحقاتهم يمكن كان ليا مكال من بارح كده اتصل بيا احمد درؤوف لاعب النادي الاهلي ولاعب امبي الكبير ويعني كان كلامه باختصار انه هو حسنه ما اخدش فرصة حقيقية مع النادي الاهلي وانه الوضع الطبيع اول ست شهور بيبقى فيه مرحلة التأقلم عشان يظهر امكانياته لكن هو وفقا لكلامه انه هو ما اخدش الفرصة حقيقية في النادي الاهلي تمنيته طبعا في المكالمة التليفونية كل توفيق وهو يحدث الفارق مع فرق كثيرة جدا في منطقة الهجوم لانه كان رائع مع امبي وكان يعني جلاد حراس المرمى وهو مع الفريق البترولي الحقيقة شديني النهاردة على موقع التواصل الاجتماعي الصديق العزيز وعضو مجلس الدراءة النادي الاهلي وستاذ محمد عبد الوهاب منزل على صفحته جملتين كده مش مفهومين بالنسبة لي انا يعني ما مش فهمهم يعني كاتب فوضت امري الى الله كلنا مفوضين امرنا الى الله ولكن مكمل وقال انا خايف على الاهلي اللهم اني بلغت اللهم فاشهد فليشهد الجميع والله خير الشاهدين مش مفهومة وانسبة لي يعني خايف على الاهلي من ايه وانت بتبلغ دلوقتي يعني بتخلي طرفك من ايه بالزبط وايه الحكاية وايه المشكلة يعني يبان من الكلام يبان من الكلام ان في خلاف بس انا مش عايز اجزم باز يعني مجرد انا كقارق عادي بفتح الفيسبوك على صفحة صديق محمد عباب الاقي الجملتين دول اقولي بقى اكيد في نوع من انواع الخلاف بينه وبين مجلس ادارة النادي الاهلي ويعني هو على يعني اتصور بيقول انا خايف على الكيان وان مدرسة الادارة الحالية في النادي الاهلي مختلفة عن مدرسة الادارة السابقة في النادي الاهلي وخوفي على النادي الاهلي يمنعني من الكلام انا يعني يعني ده بيصرح بيه للمقربين جدا منه لا لازم الجمهور يفهم يا حج محمد انت اولا عضو سابق في النادي الاهلي عصرت مجلس الكابتن حسن حمدي ربما ما كنتش في المجلس اللي فات بناء على رغبة الكابتن حسن حمدي لما قلص اعضاء مجلس الادارة وعدت مرة تانية بالثقة الجمعية العمومية كلامك ده ما يعديش كده حج محمد خالص خالص واحنا طبعا اصدقاء طلبوا مداخلة معاه وهو اعتذر ولكن انا اتصور حج محمد في مثل هذه الامور يا اما ما كنتش تكتب حاجة خالص يا اما تطلع تقول لكن تحط جملة زي دي وانت محب ما تزعلش مني وانت محب للنادي الاهلي وعضو مجلس ادارة يعني جو المطبخ لا ما ينفعش يعني حاجة من الاتنين انت بتقول خايف عن النادي الاهلي مش عايز تتكلم لا ما لو خايف عن النادي الاهلي ما تقولش جملة زي دي لكن ايضا لو خايف عن النادي الاهلي وشايف ان في امر ما تقول جملة زي دي بس تطلع تقول لكن انت كده دخلت الناس في الحيط هما مش فاهمين جملة خطيرة فوضت امري الى الله انا خايف على الاهلي اللهم بلغت اللهم فاشهد فليشهد الجميع والله خير الشاهدين يعني في امر ما جاي انت خايف منه فليشهد الجميع والله خير الشاهدين طبعا اذا في امر كبير امر رجال الجاي او انت شايف امور صعبة اوي وما انت شعر تتكلم حاجة نبص يا حاجة محمد وانت صديقي وانت صديقي العزيز وانت تعلم مدى حبي واحترامي ليك انت عوضه في مجلس ادارة النادي الاهلي جوه المطبخ الكلام ده كلام فيه منتهى منتهى الخطورة كان امامك احد امرين اما ما تقولش في الكواليس تشتغل وتعمل وتسوي وقد يصل بيك الامر ان انت مش عايز اقول تهدد ولكن تلوح للمحيطين بيك في مجلس الادارة لا انا هطلع اتكلم بقى اذا كان في حاجة اول انت تطلع تشرح تقول فيه ايه في كذا في كذا في كذا ان النادي الاهلي بجماهير الكبيرة ما ينفعش يتقلهم كلام كده في المقفول من عضو مجلس ده ومش اي عضو ده انت كنت قسم مشترك في معظم صفقات النادي الاهلي اللي فات كنت بتحرك يمين وشمال وهنا وهنا وروحت قابلت في اتحاد الشرطة وروحت قابلت في طلاع الجيش وروحت هنا وانا اعلم هذا ايه 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 حصل يا حاجة محمد انت مدين لجماهير النادي الاهلي بالتوضيح جملة زي دي مرة تالت يا ما كنتش تكلمت ولا قلت خالص يا ما تطلع تقول هو في ايه واضحة اوي حاجة محمد لانا بقول طيب اه يعني زي ما قلت لحضراتكم فيما يتعلق بالنادي الاهلي مش عايز اطول كتير لانا بفيه حوار مع الاساس محمد صيام حوالين الحكاية والرواية فيما يتعلق بالنادي الاهلي لكن باختصار رامي ربيعة بيطالب مسؤول سبورت انجليش مولا اللي جايين الاسبوع الجاي بعد العيد مباشرة يعودهم مع المهندس محمود طهر لانهاء الصفقة طالبهم بشوية مرونة مع النادي الاهلي هو كله فيما يتعلق بالصفقة 750 الف يورو قيمة انتقال اولين نسبة بيعه هم عايزين سبورت انجليش مولا الاهلي ياخد 10% اذا تم تسويقه والاهلي متمسك ب15% الرابط حكاية الرابط ما هيش بعيدة لكن الحقيقة الواحد سعيد بي جدا ان بدأت الاندية تبص للعيبة المصرية ودي حاجة محترمة جدا 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 وشيء لازم نشجع عليه ما نبقاش يعني بصين للموضوع لانه ايه الاندية دي جاي يتفرغ الاندية بتاعتنا لا لا خالص انت بص على انت بتفتح سوء احتراف بتدخل عملة صعبة للبلد بتزود من قدرات وامكانيات اللاعبين المحليين لما يحتاجوا بمدارس اوروبية هيبوا افضل على المستوى الدولي في منتخباتنا مش هيبه عندنا مشكلة حتى في معسكراتنا والحكاية والروال اللي في فا ديت بتاخد فيها اللاعب عايزين نوصل كده زي الجزائر يا اخواننا الجزائر كانوا 23 لاعب في المونديال 22 لاعب من بره الجزائر جزائرين بيلعبوا في اوروبا ولعب واحد ما فيش غيره هو اللي بيلعب في الدوري الجزائري 11 اللاعب اللي كان بيلعبه في كاس العالم في منهم حرس المر ما بس هو اللي بيلعب جوه الجزائر والعشر اللاعب بيلعبوا في اوروبا اذا احنا علينا ان احنا نفتح سوق الاحتراف ونحنا نشجع الناس على الاحتراف ونحنا نفتح المجال ده مهم جدا 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 وتبقى حاجة جميلة بالفعل لو تمت صفقة رامي ربيع ده بالنسبة للنادي الاهلي بشكل عام المصابين يعني النهار ده خرخي سيم اللي هو مدرب الاحمال اللي جابه جريده وبيعمل التحليل والكلام ده اتكلم عن الاصابات اللي موجودة في النادي الاهلي ومدى تعافيها عن احمد عبدالظاهر وليد سليمان واحمد خيري احمد عبدالظاهر كان عنده في الضمة وبيتعافى بنسبة كبيرة منها فضل له جزء صغير وليد سليمان بيقول كان عنده عضلات احد قدمه اقوى من التانية بيعمله تقويات بزيادة شوية عشان يبقى وقف على وتدين في منطق القوة بالنسبة ل احمد خيري قال انه كان فترة علاج ما بعد عملية الغدروف ولسه ما اكتملتش بشكل كامل ده بالنسبة لنادي الاهلي بالنسبة لنادي الزمالك نادي الزمالك طبعا الله يكون في عون الكابتن ميدو انه عنده 16 لاعب فقط لغير في القائمة الافريقية فيش غيرهم هم دول هكمل بهم لغاية نهاية دولة رابطة الابطال يعضف اليوم احمد توفيق اللي هو طبعا واخد انزار تاني ومش هيكون موجود في القائمة حازم امام هيغيب برضو ماتشين الجاي الماتش اللي جاي ده انزار برضو تاني وبعدين عنده ايقاف من الاتحاد الافريقي مباراة يعني مباراتين يعني برضو هيبقى لحاقه بالركاب صعب جدا هيخش كابتن ميدو مباراة مازين بيوم الحد ساعة تسعة ونص مساء بحراسة المرمى محمد ابو جبل واحمد الشناوي او احمد الشناوي ومحمد ابو جبل خط الدفاع صلاح سليمان حمد طلبة محمد عبد الشافي ياسر ابراهيم محمد كوفي احمد دويدار حازم امام خط الوسط محمد ابراهيم مؤمن زاكرية مصطفى فتحي عمر جابر خط الهجوم يوسف اوباما احمد علي وخالد امر ده فيما يتعلق بالستاشر اللعب اللي دخلين المعسكر علشان مباراة يوم الاحد باذن الله على ذكره برضو المحترفين قلنا في الاهلي خلاص رامي ربيعة في الطريق باذن الله لسبورت انجليش بونه ايضا في الزمالك محمد ابراهيم في الطريق الى نادي مارتمو البرتغالي برضو الاسبوع الجاي جايين يتفاوضوا فيما يتعلق بمحمد ابراهيم عرضوا ربعمية وخمسين الف يورو ربعمية وخمسين الف يورو وبالنسبة ليه الفلوس اللي اعطت معنا طيب كواس قوي